من تونس نشرة الأخبار السابع صباحا بتوقيت تونس التاسع صباحا بتوقيت القدس المحتلة نشرة الأخبار من الإداعة الوطنية التونسية أهلا بكم انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية بالخارج اليوم لتتواصل حتى الثاني من شهر أكتوبر المقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوصي في موكب آداء اليمين للولاة الجدد بخدمة المواطنين والالتزام بالحياد التام وزارة التشغيل وتكوين المهني تدعو بعثي الشركات الأهلية إلى إداع مطالب الانتفاع بمنحة دعم ابتداء من اليوم وفي العالم استشهاد ثمانية عشر فلسطينيا وستة من موظفي الأونروا في غارة صهيونية استهدفت مدرسة الجاعوني التابعة للوكالة وسط قطاع غزة كانت هذه عنوين النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل انطلقت اليوم الحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج لتتواصل إلى غاية الثاني من أكتوبر المقبل على أن تجرى عملية الاقتراع بالخارج أيام الرابع والخامس والسادس من أكتوبر المقبل وفي تصريح للأخبار قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروغي إن عدد المسجلين بالخارج يفوق ستمائة وعشرين ألف ناخب موزعين على عشر هيئات فرعية مؤكدة اعتماد آلية التصويت الحر خارج عنا ستمائة وعشرين ألف ناخب مسجل كانوا في حدود ثلاثمائة ألف معناها ناخب مسجل بالخارج الهيئة في إطار معناها التسجيل الآلي زدنا ثلاثمائة واثين وعشرين ألف معناها تسجيل آلي بالقانون مراكز الاقتراع بالخارج هي في حدود ثلاثمائة وثلاثة وستين مركز اقتراع مكاتب الاقتراع بحدود أربعمائة وتسعة وتلاثين مكتب اقتراع ينجموا يختاروا أي مركز آخر ما همش مسجلين به يعني مش مركزهم الأصلي أو كذلك الإيطاحة هذي نجموا يقترعوا يمارسوا حقهم الانتخابي في أي بلد آخر مثلا هو موجود مسجل في فرانسا ينجم إذا كان هو متواجد أيام الاقتراع 4 و 5 و 6 مثلا في ألمانيا أو أي بلد آخر أوروبي ينجم يمارس حقه الانتخابي من غادي نحن عملنا الضمانات لمنع التصويت مرتين حتينا تطبيقات داخلية متاعنا لن يخدموا بهم اللازمة حين ذاته هو مازال موجود ينتهي يوم 20 سبتمبر كما أكدت عضو هيئة الانتخابات نجلة العبروغي من جهة أخرى استكمال الاستعدادات اللوجستية للاستحقاق الانتخابي إطار الاستعدادات متاعنا الحبر معنيها السرية جاء الحبر الأكياس الآمنة وصلت وقع تأمينها معنيها المحزن المركزي بالوردية قرين حساب معنيها في دورتين أحنا أقوله من النجموش نعرف بشيء دورة أو دورتين يعني المواد اللازمة الكل جاءت من خارج ووقع ضبطها وتأمينها بالمخزن المركزي أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على موكب آداء اليمين للولاة الجدد وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد رئيس الدولة الواجب المقدس في الحفاظ على وحدة الدولة التونسية ما يجب التأكيد عليه بمناسبة هذا الموكب وما يجب استحضاره في كل آن وحين هو الواجب المقدس في الحفاظ على وحدة الدولة التونسية ولم يكن من قبيل الصدفة على الإطلاق أن تم التنصيس في الدستور في الفصل الرابع منه على أن تونس دولة موحدة ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها فالخطر كان محدقا لأن النية كانت تتجه نحو إنشاء ما يشبه المقاطعات لتفكيك الدولة من الداخل ولتفجيرها تحت عنوينة تسر أعين الناظرين للوهلة الأولى ولكن لا يلبث الناظر المنتبه أن يكتشفه أنها كالسم الزعاف الذي يستهدف وحدة الدولة وبقاءها باسم التدبير الحر وحث رئيس الجمهورية قيس سعيد الولاد على ضرورة الاستماع إلى مطالب المواطنين ومشاغلهم والالتزام بالحياد التام في تسير المرافق العمومية كما يجب التأكيد أن يعمل كل والا على الاستماع لمطالب المواطنين ومشاغلهم وأن لا يدخر جهدا لحل مشاكلهم ولا بد من القطع مع الأجوبة الجاهزة التي تبقي الأوضاع على حالها ومن الواجبات المحمولة على كل مسؤول الحياد التام لأنه في خدمة الدولة التونسية وحدها في خدمة تونس وحدها ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها تسير المرافق العمومية هو مبدأ الحياد لأن الدولة هي دولة كل التونسيين والتونسيات ومن الواجبات التي يتجه التذكير بها والتأكيد عليها واجب التحفظ فعلى المسؤول وعلى كل عون عمومي أن يتجنب أثاث ممارسته لوظيفته وفي حياته الخاصة كلما يمس بكرامة الوظيفة التي يمارسها فهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وبفرض احترامها فليكن قدوة داخل مكتبه وليكن قدوة حيث ما حل خارج مكتبه وأشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج على موكب تم خلاله تكريم البطل روعة ليلي الفائزة بميدالية ذهبية في رمي الجلة وبميدالية ذهبية في رمي القرص في الألعاب البرالامبية بباريس 2024 والبطل وليد دكتيلا الفائز بميدالية فضية 100 متر كراسي كما منح رئيس الجمهورية الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة إلى كل من البطل أمان الله التساوي الفائز بالميدالية الذهبية سباق 1500 متر والميدالية البرونزية في سباق 400 متر البطل مروى البراهمي الفائزة بالميدالية الذهبية في رمي الصولجان والصنف الثاني من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة إلى كل من البطل وجد البوكحيلي الفائز بالميدالية الذهبية سباق الماراتون البطل رؤي جبابلي الفائز بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر والميدالية البرونزية في سباق 400 متر البطل أحمد بن مصلح الفائز بالميدالية الفضية في رمي الجلة البطل رجاء جبالي الفائزة بالميدالية البرونزية في رمي الجلة أكد رئيس الحكومة كمال المدوري لدى إشرافه أمس على الاجتماع السادس للجنة العليا للتسريع إنجاز المشاريع العمومية أكد أهمية تسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة بما يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وبعث مواطن شغل وجعل الوجهة التونسية وجهة جاذبة للمشاريع الاستثمارية وشدد على أهمية دور الوزارات كقوة اقتراح لتسوية الإشكاليات الفنية والعقارية ورفع العراقيل الإجرائية دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني أصحاب الشركات الأهلية الراغبين في الحصول على منحة شهرية دعتهم إلى إيداع مطالب الانتفاع بمنحة الدعم الشركات الأهلية بفضاء المبادرة أو الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مرجع النظر ترابيا أو عبر موقع الواب تابع للوزارة وذلك بداية من اليوم الخميس وللانتفاع بالمنحة يستوجب على شركة الأهلية المحلية والجهوية أن تكون منخريطة في السجل الوطني للمؤسسات على ألا تكون قد تجاوزت ثلاث سنوات من تاريخ بداية النشاط وأن تعد دراسة الجدوى أو أن تتعهد بإعدادها وتقديم نسخة منها لفضاء المبادرة أو مكتب التشغيل في غضون ستين يوما من تاريخ إيداع مطلب الانتفاع بالمنحة أعطى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بمقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ببن عروس أعطى إشارة انطلاق توزيع المساعدات العينية لفائدة أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وشدد بالمناسبة على ضرورة تكثيف الجهود بكل اللجان الجهوية للتضامن الاجتماعي لضمان توزيع المساعدات العينية مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة لفائدة أكثر من مائة وخمسة ألاف تلميذ وتلميذة في بلاغ مشترك بمناسبة العودة المدرسية دعت وزارة الصحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات الأولية إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والخضيعة للرقابة وذلك للوقاية من المخاطر الصحية التي تنجم عن استعمال هذه الأدوات وأشور البلاغ إلى أن فرق المراقبة تعمل على متبعة توزيع هذه المواد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجز المستلزمات التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وكذلك على سلامتهم قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أمس حملة شرة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم السادس عشر إلى غاية العشرين من سبتمبر الجاري احتجاجا على ما اعتبرته تضييقات مسلطة على المحامين أثناء آدائهم مهامهم كما تنظم الهيئة وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية يوم الثامن عشر من سبتمبر الجاري بالإضافة إلى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع بداية من السادس عشر من سبتمبر الجاري وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحامات التونسية في أقرب الآجال دائما حسب نص البيان نمضي الآن إلى أخبار العالم الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن أمس استشهاد ثمانية عشر شخصا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التابعة لوكلة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأنروة تؤوي نازحين الأنروة أفدت بأن ستة من موظفيها قتلوا في الغارة في أعلى حصيلة بشرية تتكبدها الوكالة الأممية في واقعة واحدة وقد ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمقتل ستة من موظفي الأنروة في الغارة التي استهدفت المدرسة في مخيم صيرت مقتل جندي إسرائيلي بعد دهسه بشاحنة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وسياسيا حركة حماس تعلن أن وفدا منها التقى وسطاء قطريين ومصريين في الدوحة لبحث آفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل رهائن ومعتقلين السبع صباحا واثنة عشرة دقيقة بتوقيت تونسة سبع صباحا واثنة عشرة دقيقة بتوقيت القدس المحتلة هكذا نصل المستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري أمنه لكم شهاب الحجلوي وأخرجه إذاعيا أيمن التنفوري ومرئيا فاروق الزارعي وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عنوين انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية بالخارج اليوم لتتواصل حتى الثاني من شهر أكتابر المقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوصي في موكب أداء اليمين للولاة الجدد بخدمة المواطنين والالتزام بالحياد التام وزارة التشغيل والتكوين المهني تدعو بعثي الشركات الأهلية إلى إيداع مطالب الانتفاع بمنحة دعم ابتداء من اليوم وفي العالم استشهاد ثمانية عشر فلسطينيا وستة من موظفي الأونروة في غارة صهيونية استهدفت مدرسة الجاعوني التابعة للوكالة وسط قطع غزة شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعين الكرم المشوار متواصل بعد قليل في يوم السعيد مع نبيل عبيد متابعة رائقة للجميع إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر